إذاعة سلطنة عمان تقدم يريده الإنسان نعم أحب القراءة من هواة مفضل القراءة والسباحة يعني الشخص يستخدم أقرى فوقت الحاجة لأنه كتاب يتحدث عن قوة البحر في المدأسة كان يجب علينا أن نقرأ على أقل كتابين في الأسبوع ونشرحها لازم نتكمل القصة عشان تعرف يش حصل القارب الصغير القارب الصغير رحلة يومية مع جيال المستقبل العاشقة للقراءة العاشقة للقراءة يحاول القراءة الصغار ويتصفح قتبهم سليمان بن علي المعمري القارب الصغير تنفيذ المخرج حمد بن سعيد الحبسي القارب الصغير القارب الصغير أهلا ومرحبا بكم عزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراءة الواعدين قارئنا في حلقة اليوم هو مصطفى غزوان الدليمي طالب عراقي بمدرسة درة الخليج الخاصة بالغبرة مشارك في مسابقة قطار المعرفة يحب الشعر ويتمنى أن يصبح طبيبا ومدرب كرة قدم مرحبا مصطفى أهلا وسهلا بكم كيف حالك؟ الحمد لله أنت ما شاء الله جاينا مباشرة من الامتحان على الاستقام نعم وأنت تأخرت حتى على زملائك اللي كانوا في مدرسة درة الخليج نعم بسبب الامتحان امه امتحان إيش كان؟ كان امتحان أحياء اهه كيف كان الامتحان؟ صراحة كل امتحان ممكن يعني نقول عنه امتحان متوسط ليس بالصعوبة وليس بالسهولة انت تحب الأحياء ولا ما تحبها؟ نعم أحبه أكثر مادة أكثر مادة أكثر مادة أحبه الأحياء إذن أكيد كان سهل إن شاء الله طبعا إن شاء الله يعني إذن إنت ميولك علمية؟ نعم عشان كذا اخترت الكتاب الاحتباس الحراري نعم عن إيش يتكلم كتاب الاحتباس الحراري؟ هو كتاب يتحدث بشكل عام عن الاحتباس الحراري ويعرفنا عن المشاكل الناتجة والناتجة عن الاحتباس الحراري فهو يحكي لنا أن الغازان أن هناك غازان أساسيان الذين ينتج عنهما الاحتباس الحراري وهما غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان فهما يعملان في فهما عندما يكونان بالجو ينتصان الحرارة القادمة من الشمس فبذلك تكون الحرارة كلها متجمعة في الهواء وبذلك فهذا الغازان يمنعان هذه الحرارة بالرجوع إلى الفضاء الخارجي مما يسبب مشاكل عدة فعندما تزداد نسبة الحرارة النباتات لا تستطيع التكيف مع هذه الحرارة الزائدة وبذلك تموت النباتات وبذلك وكما نعلم أن النباتات هي التي تقلل بالنسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو وتعطينا الأكسجين وبذلك عندما تموت النباتات سوف تقل نسبة الأكسجين وتزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون مما ينتج عن مشاكل عدة منها ذوبات القطبان الجنوبيان مما أدى إلى زيادة في مستويات المياه مما أدى إلى فيضانات عدة وكثير من المدن خاصة في أمريكا هناك في نواحي أمريكا وكندا هناك عديد من المدن الآن غريقة أصبحت تحت الماء ما شاء الله عليك يعني شرح وافي للكتاب صحيح نموينك علمية والغريبة أيضا أنه رغم أنه ميلك علمية إلا أيضا أحب الأدب تحب الأدب وتحفظ أشعار من من الشعراء التي تحفظ أشعارهم؟ أحب الكثير من الشعراء منهم أبو فراس الحمداني فأنا أحاول دائما أن أقرأ عنه وأحفظ أشعاره وعشان كذا اخترت لكتاب أيضا عن أبي فراس الحمداني نعم إيش يقول الكتاب؟ يتحدث الكتاب في البداية ويعطي نبذة صغيرة عن حياته فكما نعرف هو اسمه الكامل هو الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني من عائل الحمدانيين فهو ولد في الموصل في العراق وأيضا ولد في الموصل وأيضا قد وقع في أيدي الروم مرتين مرة الأولى في عام 963 ميلاديا فهناك عديد من الروايات تقول بأنه هرب من الروم أو افتداه سيف الدولة لكنه مات شاب نعم جميل حتى أن تذكر الأبيات التي رثى بها نفسه لابنته أبنيتي لا تجزعي ملأ محاطة الله أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهابي قولي إذا كلمتني وعيت عن ردي الجوابي زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب نعم لقد كانت حياته حياة مأساوية صراحة مهم إيش حافظ من أشعار أبو فراس هو كتب العديد من الأشعار ومن بينها الروميات التي تعتبر من أروع جماليات الشعر الصريح والهذا وتعتبر من أجمل أنواع الشعر الذي يكون به الصدق يعني تحس أنه كان قلبه صادق عندما كتب هذه وينابع من قلبه وأيضا لقد حفظت له مطع من بياته أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا هل تشعرين بحالي مع هذا الهوى ما ضقت طريقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي يضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي كنت أولى بالدمع منك مقلة لكن دمعي في الحوادث غالي شعر جميل وانتقائك رائع يا مصطفى شكرا لك لكن حفظك للشعر ما مقتصر على أبي فرص طبعا نعم من من شعره أيضا غيره؟ المتنبي المتنبي تحفظ له شيء؟ سوف أقول لك مقطعان أو بيتان شعريها أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والرمح والسيف والقرطاص والقلم أنا مملأ جفوني عن شواردها ويسهر القوم جراها ويختصم ممتاز مملأ القيس تحفظ له شيء؟ مكرن مفرن مقبلن مدبرن معن كجلمودي صخرن حطه السيلو من علي هذا مملأ القيس عندما كان يصف الحصان يصف الحصان ومن بعد من شعره؟ هناك شعاء كثيرون منهم ابن رومي ابن رومي؟ نعم بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجودة فقد أودى نظركما عندي ألا قاتل الله المناية ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي جميل هذا ابن رومي كان يرثي ابنه يرثي ابنه الذي ماته وكان صغير في السن ممتاز يا مصطفى أنت أيضا عندك كتاب عن النجاح لكن نسيت عنوانه نعم لماذا نسيت عنوانه؟ لأن تعرف أنا قرأت عديد من الكتب فلا يمكنني أن أتذكر كلها صح خصوصا أنك مساء الله نعم يعني أنت مشارك في قطار المعرفة نعم كم كتاب قرأت؟ قرابة الاربعة وستين أو الخمسة وستين كتاب لحد الآن جميل أنا باقل لك خمسة أو ستة أو أكمل سلسلة كاملة ويقول أن الإنسان إذا كانت لديها العزيمة الكافية والإرادة يمكنه أن يحقق كل شيء في الحياة يجب أن تكون ليس كلمة مستحيل لدى أي إنسان فالإنسان يجب أن يكون يثق بنفسه وقدراته لكي ينجز العديد من الأمور في الحياة ويكون شخص له بصمة يتركها في التاريخ جميل وخاصة وهو سوف أذهب في مجال كروة القدم فعندما نرى أن هناك العديد من اللاعبين الذين الآن أصبحوا مشهورين ولديهم قيمة ومكانة في العالم والجميع الناس يتحدثون عنه ولقد تركوا بصمة كبيرة في تاريخ كروة القدم لديك اللاعب ميسي لديك ريباري لديك إبراهيم وفاتش لديك الكريستيانا نعرف قصة ميسي أنه عندما كان صغير كان يعاني من مرض في نقص الهرمونات فكان نموه مختلف عن نمو الكثير من الناس لكنه كافح المرض واليوم أفضل لعب في العالم وكريستيانا توفي والده بسبب شرب الخمر وبذلك اضطر وهو في عمر الثلاثة عشر أن يشتغل في أمور عدة لكي يؤمن حياة لوالدته وأخوانه وإذا لدينا اللاعب ريباري لقد تعرضه لحادث مما أدى إلى جرح في خده كما نعرف الآن وعانى كثيرا منه نعم ولكنهم انتصروا على هذه المعوقات وصاروا لعيبة كبار وانت تحب بشكل كرة القدم طبعا إنها هوايتي المفضلة تلعب كرة القدم؟ نعم موقع حارس مرمى تلعب حارس مرمى من من الحراس العالميين يعجبوك؟ صراحة بوفون بوفون لأنه أحس أن العمر فقط هو رقم بالنسبة له صحيح كرة القدم إذا نصبح حارس كرة قدم مشهور وبعدها أحب أن أصبح مدرب كرة قدم لكي أترك بصمة في التاريخ جميل مدرب فريق ولا مدرب حراس؟ لا مدرب فريق كامل فريق كامل جميل والأمنية الثانية؟ هي أن أصبح طبيبا أنك تصبح طبيب ليش؟ لأني دائما ما أحب أن أساعد الناس وأقدم العون لهم فهو قبل أن يكون مهنة يجب أن يكون عمل خيري للناس تحب مساعدة الناس وتساعدهم في حل أو في معالجة الأمراض التي نصيب بها جميل طبعا أنت واصل الإذاعة بصحبة والدك نعم إيش يشتغل والدك؟ طبيب طبيب نعم أنا سألتك هذا السؤال لأن توقعت أن أحد من أهلك يظن له علاقة بأمنيتك نعم فهم أهلي هم الذين يعني يليهم التأثير الكبير فهم الذين دائما يحببوني في الأشياء هذه الطبية وهذا وينصحوني أن أكون طبيب في المستقبل إن شاء الله نتمنى لك إن شاء الله تتحقق الأمنيتين إن شاء الله طبيب ومدرر خلق قدم إن شاء الله إن شاء الله بقى إذا أسألك عن إذا عندك حكمة؟ نعم لدي حكمة أحبها كثيرا لأنها تصف الحالة التي نعيشها الآن نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا آه هذا حكمة مشهورة نعم إذا طلبت منك تشرحها؟ نحن الآن في حياتنا نعيب الزمان الذي نعيش فيه ونقول لولا الزمان لأثنات الأمور أحسن لكن الشيء الذي جعل الزمان يتغير هو نحن أنفسنا نحن تغيرنا فبذلك تغير الزمان فيجب أن نصلح ما في أنفسنا لكي حتى نصلح الحياة والزمان الذي نعيش فيه شرحك جميل يا مصطفى انت رائع يا مصطفى شكرا لك شكرا جزيلا لك مصطفى غزوان الدليمي الطالب العراقي بمدرسة درة الخليج الخاصة بالغبرة البالغ من العمر 16 عاما على هذا الحوار الجميل اللي استمتعت بي معك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك تشغلت بينكم هنا أحسن القارب الصغير القارب الصغير مع تحيات سليمان المعمري وحمد بن سعيد الحبسي القارق الصغير اشتركوا في القناة